السلام عليكم ورحبا بكم معنا في كور دي زاد اليوم راح ندرو تمرين حوله يعني كيفاش ننطقو ال-ed وال-s كيكونوا في نهاية الكلمة السؤال تعتمرين الأول تعنا يقول يعني حوط الكلمات الآتية في الخانة المناسبة تبعا لكيفاش ننطقو ال-s في نهاية الكلمة اوكي سو نبدو نقرأو في الكلمات كلمة الكلمة الأولى عدنا checks اوكي كيما قلنا في الدرس تاعنا انو كيف النطق تاع ال-s وال-ed يعتمدوا على الحرف او الحروف اللي جايين قبل ال-s اوكي الكلبة الليولة تاعنا checks رانا نسمعوا باللي الصوت الاخير اللي نسمعوا قبل ما نسمعوا ال-s هو k اوكي checks اوكي عدنا the k sound اوكي final s ينتقر s بعد مجموعة من الحرف اللي واحد منهم صوت الكاي اوكي يعني checks تنتق s اوكي الكلمة الثانية عدنا girls اوكي girls كيف كيف كيفاش على بالنا باللي نطقوها z لانه في الدرس تانا قلنا انه final s يتنتق z بعد مجموعة من الحرف الكيمة ال-l ال-r ال-an and so on اوكي يعني عدنا girls تنتق z hours تنتق z earns تنتق z اوكي لانه ال-s بعد حرف مثل l r n يتنتق z اوكي عدنا الكلمة الاخرة products products ال-s قلنا في الدرس تعنا بعد حرف مثل k t او رح يتنتق s products عدنا damages damages كيف كيف في الدرس سعنا قلنا باللي ال-final s رح تنتق ease بعد مجموعة من الاسوات مثل g مثل z اوكي اوكي سو damages رح يتنتق ease عدنا clauses clauses اوكي سو clauses كيف كيف رح يتنتق ease لانو جايب صوت z اوكي عدنا wants wants قلنا باللي بعد صوت te ال-s رح يتنتق s so g wants اوكي عدنا messages messages كيف كيف عندنا صوت g so ال-s رح يتنتق ease اوكي عندنا cooks cooks فيها صوت الك كما checks so رح يتنتق s اوكي عندنا saras saras ال-s رح يتنتق z لانو جاي بعد صوت l-a اوكي عندنا phrases phrases كيف كيف رح يتنتق ease لانو جاي بعد صوت z اوكي اذا افتر k and t الاس يتقر s افتر l r n يتقر z افتر g and z يتقر ease اوكي اصوات اخرى هدرنا عليها في الدرس تانا على كيف تنتق بعدهم الاس اوكي the final s نروح وشوفو سؤال تمرين تاني تاني تانا اللي يقول put the following words in the correct columns according to the sound of the final ed يعني هو نفس سؤال الفقط وش رح يتبدل التمرين الاول شفنا final s هالتمرين رح نشوفو final ed اوكي so نبدأ بالكلمة الاولى opened 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 اوكي في الدرس تانا قلنا بالي بعد صوت n l-e-d رح يتنطق d اوكي هدنا danced danced صوت s l-e-d رح يتنطق t هدنا looked 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 كيف كيف بعد صوت l-k قلنا في الدرس انه l-e-d رح يتنطق t اوكي هدنا covered covered بعد صوت r قلنا في الدرس انه l-e-d رح يتنطق d اوكي هدنا busted busted قلنا انه بعد صوت t l-s t s تكون s وبعد ها t l-e-d رح يتنطق id busted اوكي عندنا laughed صوت الف l-e-d رح يتنطق d اوكي عندنا needed needed بعد صوت de l-e-d رح يتنطق id اوكي عندنا listened listened قلنا كما opened صوت no رح يتنطق d اوكي عندنا stopped stopped جاية مع s وال k ال-e-d رح يتنطق t اوكي عندنا wanted wanted لانه after صوت t كما في busted قلنا after to رح يكون ال-e-d يتنطق id wanted اوكي عندنا asked asked كما looked بعد صوت ال-e-d رح يتنطق t وعندنا decided decided كما needed بعد صوت do ال-e-d رح يتنطق id اوكي so هكا نكون لحقنا الى نهاية التمرين تعنا نتمنى تكونوا فهمتوا ومرحبا بكم معنا في كورديزات